موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخباري الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين بدء امتحانات شهادة الدروس الإعدادية في موريتانيا بمشاركة أزجاد من خمسين ألفا وخمسمائة تلميذ عقد أولى جلسات مجلس سيوخ الموريتاني بعد أسابيع من رفض المجلس نقاش مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة موسيقى الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون حول اتفاقية قرض خاصة بتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة بدأت في موريتانيا امتحانات شهادة الدروس الإعدادية بمشاركة واحد وخمسين ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعين تلميذا موزعين على مئتين وعشرين مركزا واحد وخمسون منها في العاصمة واكشوت واتصل نسبة البنات المشاركات في الامتحانات أربعة وخمسين بالمئة من مجموع التلاميذ المشاركين عقد مجلس الشيوخ الموريتاني أول جلسة علنية له لإيداع أربعة مشاريع القوانين بعد أسابيع من رفضه نقاش المشاريع المقدمة من طرف أعضاء الحكومة الموريتانية وكان مجلس الشيوخ قد رفض منذ أسابيع نقاش مشاريع القوانين المقدمة من طرف أعضاء الحكومة احتجاجا على ما قالوا إنها إساءات تعرض لها من طرف بعض الوزراء نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مجلس الشيوخ الموريتاني يعقد أول جلسة علنية له لإيداع بعض مشاريع القوانين بعد أسابيع من رفضه نقاش المشاريع المقدمة من طرف أعضاء الحكومة الموريتانية وقد خصصت الجلسة لإيداع أربعة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها باتفاقية بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الإماراتية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار ومشروع يتعلق باتفاقية تمويل خاصة بتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء فيما يتعلق مشروع القانون الثالث باتفاقية تمويل الخط الكهربائي بين نواكشوت ونواذبو ويعنى المشروع الرابع باتفاقية تمويل خاصة بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال وكان المجلس قد أعلن في بيان صادر عنه عن استئناف جلسات النقاش حفاظا على مصالح المواطنين وعدم عرقلة مسار التشريع واعتبر المجلس في ذات البيان أن أزمته لا تزال قائمة ما لم تزل الأسباب المؤدية إليها مؤكدا أنه سيظل صمام أمان في وجه الدستور والحفاظ عليه ولم يناقش مجلس الشيوخ خلال الدورة الاستهنائية الحالية أي مشروع قانون احتجاجا على ما اعتبرها إساءة قال إنه تعرض إليها من طرف أعضاء الحكومة الموريتانية خلال تنظيمهم مهرجانات بالعاصمة واكشوت لشرح مضمون خطاب الرئيس وكان الرئيس محمد العبد العزيز قد أعلن في خطابه بمدينة النعمة في الثالث من شهر مايو الماضي أنه سيتقدم بقرار حل مجلس الشيوخ معتبرا إياه معرقلا لمسال التشريع في البلد وإحلال مجالس جهوية موسعة محلة وهو التصريح الذي أثار الشيوخ الجمعية الوطنية واعتبروه تقليلا من شأن الدور الذي يؤدونه صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها على مشروع قانون حول اتفاقية قرض موقعة شهر إبريل الماضي بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح وقال وزير البترولي والطاقة والمعادن محمد سالم مولي البشير إن الهدف من المشروع هو استغلال الرياح في مدينة بولانوار لتوليد طاقة كهربائية نظيفة ومنخفضة التكلفة أعلنت تعدد من الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا عن مشاركتها في الحوار السياسي المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس في خطابه الأخير بمدينة النعمة عن تنظيمه في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع وكانت آخر الأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها أحزاب كتلة الوفاق الوطني التي التقت الرئيس بالقصر الرئاسي كتلة الوفاق الوطني بأحزابها الثلاثة وهي حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام وحزب المستقبل جناح الوزير السابق محمد البربص وحزب الجيل الجديد تقرر المشاركة في الحوار السياسي المرتقب وتلتق الرئيس الموريتانيا محمد العبد العزيز بخصوصه وهي تعتبر ذان الكتل المعلنة للمشاركة في الحوار حيث سبقتها كتلة المعاهدة من أجل الوحدة والتناوب السلمية التي تضم كلا من حزب التحالف الشعبي التقدمية الذي يقوده مسعود ولبلخير وحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي برئاسة بيدل الهميدة وحزب الصواب الذي يرأسه الدكتور عبدالسلام الحرمة وإلى جانب ذلك أعلن حزب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة البرلماني السابق يعقوب اللمين عن مشاركته في الحوار المرتقبة ومن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أعلن حزب التجديد الديمقراطي وقوس قزح مشاركتهما في الحوار فيما يرفض المنتدى كتلة معارضة لمشاركة في الحوار السياسي المرتقبة ويقول إنه غير معني به ما لم يقدم النظام الموريتاني ضمانات كافية للمشاركة من خلال رد مكتوب على المماهدات التي تقدم بها وكان الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز قد أعلن في خطابه بمدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقية في الثالث من شهر مايو الماضي عن إجراء حوار سياسي في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع وقال الرئيس في ذات الخطاب إن الباب سيكون مشرعا أمام كل المعارضة للتقدم بمطالبها وطرحها على طاولة النقاش والتفاوض أعلنت كتلة شبابية تنحدر من بلدية بارينا بولاية الترارزا خلال مؤتمر صحفي بنواكشوت عن انضمامها لحزب التحالف الشعبي التقدمي وقالت الكتلة إن قرارها الانضمام للتحالف الشعبي جاء بدافع سلمية النضال التي قالت إنها تعتبر خيارا لدى الحزب مهما اشتدت الأزمات وانتهاج الحوار لحل المشاكل وحماية الثوابت الوطنية والسلم الأهلي بعد قراءة واعية ودراسة متأنية للبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمختلف التشكيلات الحزبية الوطنية واستعراض مواقفها من أبرز الملفات الوطنية المحورية عبر تاريخها النضالي والسياسي وانطلاقا من فرسفة المجموعة السياسية المتركزة على سلمية النضال مهما اشتدت الأزمات وانتهاج الحوار خيارا أوحد لحل الأزمات الوطنية وتوفير الحد الأدنى من الإجماع حول الثوابت الوطنية حماية للوحبة الاجتماعية وللسلم الأهلي وجدنا في حزب التحارف الشعب التقدمي المشروع السياسي لانسب لخدمة الوطن انطلاقا من فرسفة المشار 있나 وجدنا في حزب التحارف الشعب التقدمي المشروع السياسي لأنسب لخدمة الوطن انطلاقا من فلسفتنا المشاري إليها آنفا لما يجسده من مبادئنا إذ يتقاطع هذا المشروع السياسي في أكثر نقاطه مع طموحاتنا للبلد يحتج عشرات الشباب العاطلون عن العمل من حين لآخر أمام القصر الرئاسي في نواكشوت للمطالبة بتوفير فرص عمل ويقول المحتجون إنهم حاصلون على شهادات عليا في تخصصات مختلفة وإن بعضهم خضع للتكوين في بعض المؤسسات لكنه لم يحظى بعد بالحصول على فرص عمل نتابع شهدت الأسابيع الأخيرة العديد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها حملة شهادات العاطلين عن العمل ما يؤشر إلى تصاعد أزمة البطالة في موريتانيا رابطة مستقبل المهندسين الشباب نظمت وقفات احتجاجية كان آخرها احتجاجا أمام الرئاسة منعته الشرطة ويقول هؤلاء المهندسون الشباب إن تحركهم يهدف إلى إطلاع رئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز والرأي العام على معاناتهم التي يقولونها إنهم ضاقوا بها ذرعا مؤكدين مواصلتهم لاحتجاج حتى نيل مطالبهم من جانبهم انتقد شباب خطوة من أجل التشغيل تجاهل وكالة تشغيل الشباب لأزمتهم مطالبين الحكومة بالتدخل لتشغيلهم بعد أن انتهى تدريبهم وبدأت بعض المؤسسات في طردهم وكانت الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب قد أطلقت في ديسمبر 2014 برامج خطوة لتشغيل الشباب على مراحل بدأت المرحلة الأولى بتدريب الشباب في عدد من المؤسسات مدة ستة أشهر قبل دمجهم في سوق العمل غير أن هؤلاء الشباب يقولون إن مرحلة التدريب انتهت وتم طرد أغلبهم من هذه المؤسسات فيما تواجه مجموعات أخرى شبح الطرد أيضا ويعاني نحو 30% من الموريتانيين من البطالة على الرغم من إعلان الحكومة عن نجاحها في تقليص النسبة بنحو 10% وتقذف الجامعات الموريتانية مئات الخريجين سنويا ليضاف هؤلاء إلى آلاف من حملة شهادة العاطلين عن العمل ما سرع موترة الهجرة إلى الخارج بفعل ضعف سياسات التشغيل وغياب فرص العمل إلى الشأن الفلسطيني حيث عبر مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان عن التزام الاتحاد بدعم قطاع المياه في فلسطين محذرا من أن 95% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك وقال يوهانس إن قطاع المياه في غزة تضرر بشكل كبير في ظل الوضع الراهن والحروب المتكررة مؤكدا ضرورة التوجه بشكل أكبر لتعزيز مصادر المياه نتابع التفاصيل في هذا التقرير قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان إن الاتحاد ملتزم بدعم قطاع المياه في فلسطين مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تدعم تحلية المياه في غزة بملايين الدولارات وحذر يوهانس من أن 95% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الخطة الرامية إلى زيادة قدرة محطة تحلية المياه على شاطئ دير البلح تصريحات المسؤول الأممي جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء لمحطة تحلية المياه على شاطئ دير البلح والتي يمولها الاتحاد الأوروبي وشدد هان على أن قطاع غزة بحاجة ضرورية لتوفير موارد مائية إضافية تتلاءم مع متطلبات أكثر من مليون وثمانمائة ألف نسمة في غزة وأوضح أن قطاع المياه في غزة تضرر بشكل كبير في ظل الوضع الراهن والحروب المتكررة مؤكدا ضرورة توجه بشكل أكبر لتعزيز مصادر المياه بدوره ذكر مزير الإسكان والإشغال العامة في حكومة الوفاق الوطني مفيد الحسينة أن حكومته تركز على تنفيذ مثل هذه المشاريع في الإشارة إلى تحلية المياه مطالبا بمساندة دولية مستمرة لتمكن المواطنين في القطاع من تخطي الأوضاع الصعبة التي يواجهونها ويعاني قطاع غزة من تلوث كبير في مياه الشرب وزيادة الملوحة حيث يدعم الاتحاد الأوروبي بناء عدة محطات تحلية لخدمة السكان منذ سنوات في القطاع المحاصر وكان مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسية مع دول الجوار يوهان سهان قد وصل قطاع غزة صباح الثلاثاء عبر معبر بيت حانون إيريز في زيارة تستمر عدة ساعات زار خلالها محطة تحلية على شاطئ دير البلح رياضيا في هذه النشرة خرج منتخب المرابطون الشباب من تصفيات كاس أمم إفريقيا للشباب 2017 بسامبيا بعد خسارتين متتاليتين في مبارتي ذهاب والإياب أمام المنتخب المالي وقد خسر منتخب المرابطون الشباب في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لصفر فيما خسر في مباراة الإياب بباماكو بأربعة أهداف لواحد نتابع بعد ثلاثية نظيفة في العاصمة نواكشوت والقاسية من الضيوف الماليين في لقاء الذهاب ضمن تصفية بطولة الأمم الإفريقية للشباب حلقت كتيبة المدرب الإسباني روتيرو إلى العاصمة بباماكو بحثا عن ما تبقى من ماء الوجه في لقاء العودة لكن أصحاب الداري لم يمهلوا الضيوف إلا دقائق معدودة حتى تمكنوا من زيارة شباكهم عن طريق ضربة جزاء تم تنفيذها بنجاح لتتوالى بعد ذلك الأهداف واحدا تلو الآخر وكأن كتيبة المنتخب المالي بدت في حصة تدريبية بعد أن اطمأنت على بطاقة العبور في لقاء الذهاب لتؤكد أيضا أنها لا تبحث عن فرصة للتأخل بقدر ما تبحث عن الضفر بالبطولة في قادم أيامها الضيوف تمكنوا من تسجيل هدف الشرافي بمجهود فردي من اللاعب حمية والطنجي أعاد به بعضا من الهيبة للمتخب المرابطون الشباب مقلصا بذلك النتيجة إلى أربعة أهداف مقابل هدف أما المنتخب المالي فلم يكن أنصاره متفاجئين بالنتيجة فقد سبق لمتخب بلادهم الوصول للدور النهائي من بطولة كأس العالم الأخير ولذلك كانت جل لقاءات تصفيات بطولة الأمم الإفريقية بالنسبة لهم مشرد نزهة ولذلك أيضا بدى الفرق واضحا بين المتخبين متخب يريد التأهل لأول مرة في تاريخ مشاركته وآخر وصلت طموحاته إلى أبعد نقطة ممكنة في عالم كرة القدم فكانت نتيجة الذهاب ذلاثية نظيفة من الأهداف ونتيجة العودة رباعية مصحوبة بهدف للطيوف يطلق عليه في قاموس كرة القدم هدف الشرف لكنه شرف متأخر وجاء بعد مخاضم عسير نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها بدء امتحانات شهادة الدروس الإعدادية في موريتانيا بمشاركة أزجاد من خمسين ألفا وخمسمائة تلميذ عقد أولى جلسات مجلس الشيوخ الموريتاني بعد سابعة من رفض المجلس نقاش مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون حول اتفاقية قرض خاصة بتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة